دلوقتي نبدأ مع بعض جزء جديد وهو جزء الحوار اللي احنا هنجمع فيه كل حاجة وملخص كل حاجة احنا درستاها مع بعض سواء الكلمات او الترتيب اللغوية او الجمل والعبارات هنشوف كل ده في هيئة حوار ما بين شخصين ونشوف احنا هنتكلم ازاي عن يلا بينا نشوف نبدأ دلوقتي مع بعض جزء الحوار وزي ما احنا قلنا العنوان بتاعنا معنى حل ضيفا او فيه ضيف جي لعندنا تعالوا نشوف بقى الحوار بتاعنا هيكون عبارة عن ايه الحوار بتاعنا ما بين شخصين وهم وكمان معنا شخص تالت وهو تعالوا نترجم الاول الاسماء الاشخاص اللي معانا دي زي ما قلنا ان هو اسم شخص بمعنى علي ومعلي يع اسم شخص بمعنى ماريا وخاصا لوش هو المدرس او المعلم حسن تعالوا نشوف الحوار بتاعنا هيدور حوالين ايه اول جملة معانا بتقول علي بيكلم خاصا لوش وبيقول له يا معلم طعمها شهي جدا او طعمها حلو جدا دخلت معلي يع في الحوار وقالت طبعا او بالتأكيد بتأكد على كلامه وبتقول خدنا مع بعض كلمة ويطاع وقلنا ان هيتيه بمعنى مزاق او رائحة فهي بتقول ان المزاق بتاعها حلو جدا نقف شوية عند كلمة بوتسوا كلمة بوتسوا بتساوي في المعنى بالضبط كلمة خاو بوتسوا يعني حاجة ما فيهاش عيب حاجة كويسة جدا وكلمة كين جاية قبلها لعشان تعالي من درجة الصفة كين شما الشما ده بتساوي في المعنى كلمة خن وبتساوي برضو تحاي شما الشما لا بتعاليلي من درجة الصفة لو انا عايزة ابالغ في وصف شيء معين فلما يجيقول ويدعو تيمبو طوضة من المزاق بتاعها حلو جدا ما فيهوش عيوب وبعدين كملت كلامها وقالت سألت المعلم بتقوله هما الصينيين كلهم بيحبوا ياكلوا الجاوز نشوف رد خاصاً لأش رد وقال حدد فئة معينة كلمة تعبوفن معناها فئة كبيرة او جزء كبير من مين بقى من البي فان جن خدنا مع بعض كلمة باي فان وقلنا ان هي معناها ناحية الشمال لو انا عايزة اوصف فئة من الناس بقى بحط بعدها كلمة جن يبقى دول الناس اللي ساكنين في ناحية الشمال او الناس اللي هما الشماليين فقالها جزء كبير جداً من الناس في ناحية الشمال من البي فان رن بيحبوا انهم ياكلوا الجاوز وهم بيقضوا عيد ميلادهم وهم بيقضوا الاعياد او المهرجانات لعك رن لا ولما يجي لهم ضيف ايبان دو باو ديوز چھ كلمة ايبان معناها في العادي او في العموم دو باو يلف ديوز ش بيلفوا الديوز ويأكلوها يبقى هنا حدد لنا فئة من الناس اللي هما ساكنين في ناحية الشمال او الناس الشماليين هما اللي بيحبوا يأكلوا الديوز وحدد لنا كمان المناسبات او الاوقات اللي هما بيحبوا او في العادة بيأكلوها فيها زي جوة شنجلا لهم لما اعياد ميلادهم تيجي وجوة تيلا لما بيقضوا كمان الاعياد او المهرجانات وكمان لايكورن لا لما يجي لهم ضيف نكمل الحوار بتاعنا علي رد وقال سأل سؤال تاني يقوله طب بالنسبة للنام فان رن الناس اللي في ناحية الجنوب بوش ديوز ما ما بيأكلوش الديوز رد خاصا لو ش وقال بوشان ش مش بيأكلوها دائما بوشان ش كلمة شان بيتيجي بمعنى دائما او في العادة هما مش دائما بيأكلوها كمال كلامه وقال نان فان رن سيخوان ش ميفان ان الناس اللي في ناحية الجنوب بيحبوا ياكلوا الرز المطبوخ اللي هو الميفان ومش بيحبوا قوي ان هما ياكلوا الاكلات اللي معمولة من الدقيق طب ايه اشهر الاكلات اللي ممكن تتعامل من الدقيق زي مثلا وزي الميان تيهو اللي هي النودلز ردت معا ليا وقالت بكده او بهذا الشكل ردت سألته السؤال يعني الديوز بالنسبة للناس الشماليين دي من اهم الاكلات اللي موجودة هناك ليس كذلك يعني تسأله السؤال هو بكده بقى يبقى الديوز هي من اهم الاكلات بالنسبة للناس اللي سكنين في ناحية الشمال او بالنسبة لناس الشماليين اللي هما بيفان رن رد حسن لش وقال ش بيأكد على كلامها بيقول لها أيوة بقو ولكن باو جيوز بيجاو معفن ولكن لف الزيوز بيكون متعب أو مرهق شوية ردت معلية وقالت دي نعم أو صحيح زو سير زيو دعي حوى خلو شديان زو سير خدنا كلمة سير اللي هي بمعنى الحشو اللي موجود جوه الزيوز بتقول إن عمل الحشو ده بصوى سير زيو دعي يجب أو يلزم إن هو بيضيع وقت كتير أو خندوش دعي من الحشو اللي بيتعامل للزيوز ده لازم يضيع وقت كتير جدا خدنا كلمة خوى تيجي بمعنى ينفق أو يضيع إحنا لها ثلاث استجدامات أو الاستجدام إن هي بتيجي بمعنى ظهرة أو وردة وكمان المعنى التاني بتاعها إن هي تيجي بمعنى ينفق أو يضيع ممكن أقول اللي هو يضيع فلوس أو ينفق فلوس وممكن كمان تيجي بمعنى يضيع وقت أو يهدر الوقت اللي هي بمعنى نرجع تاني بحوار بتاعنا ونشوف أعلي ردو أعلي 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 هو بيرد على كلامها بما إن البعو بما إن لف بيضيع وقت كتير قوي بيقول لها طيب هو مش سوبر ماركت فيه ممكن تروحي تشتري إيه يعني ممكن تروحي تشتري كيس كلمة إيه معناها كيس وهنا استخدمنا التركيب بتاعنا اللي هو لو اللي افتراضية لو نفتكرها اللي هي جات لي في الأول لتوضيح الافتراضية أو الشرط إن لو في كذا فهيحصل كذا أو فتعملي كذا هنا جايلي توضيح النتيجة زي ما قلنا نشوف الجملة اللي بعد كده خاصة لو ش رد وقال ني جن خويت حول عن ني جن خويت حول عن ده أنت كسول جدا خدنا كلمة حول عن بمعنى إيه بمعنى كسول وخدنا كلمة الجن بمعنى حقا فلما يجي أقول لحد ني جن خويت حول عن أنت فعلا كسول جدا بقوا ولكن با جا يي تشي با جاوز والجميع كده بيلف الزيوز مع بعض بيكون في حالة من الحيوية وصف حالة الحيوية دي ازاي باللغة الصينية قال جناع يتحن يويس دا جناع يتحن يويس دا بيكون في حالة من الحيوية والصخب بيكون ممتعة جدا كلمة يويس تيجي بمعنى ممتع أو شيق ودي عكس كلمة مييس اللي احنا قلنا عليها ممل أو ملهوش معنى نشوف الجملة اللي بعد كده من معليا بتقول بتسأل عن طعم المجمدة بتقول بعمها شاهي جدا فيلمة ياء بتيجي بمعنى ايضا كي نكون خلصنا الجزء التاني في حلقة النهاردة هو جزء الحوار نيجي مع بعض الجزء التالت وهو جزء التمارين اللي هنطبق بيها برضو مع مجموعة من الكلمات والعبارات اللي درسناها مع بعض او التمرين معنا هو عبارة عن اختر واكمل معنا مجموعة من الجمل ناقصها كلمة او ناقصها فعل سواء الكلمة دي نوعها فعل او اسم او حتى صفة هنشوف الجملة اللي ناقصها قدامنا اي ونكملها بالكلمة المناسبة تعالوا نشوف مع بعض اول جملة كده بتقول تعالوا نشوف الاول الكلمات اللي معنا فوق ونترجمها كلمة كلمة عشان نعرف الكلمات المناسبة لكل جملة من دول اي اول كلمة معنا وهي كلمة التحول عن ها كلمة تحول عن تيجي بمعنى كاسول زي ما قلنا كلمة راكم اتنين وهي خوش اللي هي بمعنى شهي او حاجة طعمع حلف كلمة راكم تلاتة وهي س اللي هي بمعنى شيق او ممتع الكلمة الرابعة وهي مع فن اللي هي بمعنى متعب او مرهق او مزعق كلمة الاخيرة وهي الجنيا اللي هي بمعنى مهم ناقصها نشوف الجملة الاولى معناها الفيلم ده أو هذا الفيلم كلمة تابية تيجب معنا جدا وتيجب معنا خاصة عايزة أوصف الفيلم ده وأدي له صفة وفي نص الجملة التانية بقول أن معناها زملاء الدراسة زملاء الدراسة كلهم بيحبوا يتفرجوا على الفيلم ده أو بيحبوا الفيلم ده يبقى أنا هوصف الفيلم ده بإنه إيه يويس يويس إن الفيلم ده ممتع جدا هتكون الجملة بتاعتي إيه جهجة ديانيين تبئة يويس هنشمن توخن سيخوان الجملة التانية بتقول جيوز خن نقط بقو فو جيوز يو ديار نقط عايزة أدي صفة للجيوز هستغل معنا إيه هستغل معنا كلمة خوش اللي هي الصفة التيجي معنا الأكل بإنه طعمه شهي أو طعمه حلو يبقى الجيوز هنحا ش إنه الجيوز طعمه حلو جدا أو شهية جدا بقو ولكن باو جيوز يو ديار إنه لف الجيوز وصفنا إنه هو إيه معفن متعب أو مرهق جملة الأخيرة معنا وهي أهم حاجة في الدراسة هي الاستماع والكلام طيب إيه بقى كلمة أهم أو إيه هي الكلمة اللي بتديني معنا مهمة هي كلمة الجونيو لما أجي أقول أهم حاجة في الدراسة أو أهم حاجة في المذاكرة بقول إيه إنه أهم حاجة في دراسة اللغة الصينية هي إنك تسمع وتتكلم كتير أنت يجب أن أنت تذاكر بشكل جيد وما تبقاش كسول نيجي نشوف التمرين التاني اللي معنا هو برضو هنحط الكلمة المناسبة للجمل اللي معنا معنا جملة هنشوف إيه هي الكلمة المناسبة وإيه هي الكلمات المناسبة اللي هنكمل بيها الجملة اللي معنا النهاردة في البيت جيلنا جيلنا إيه كلمة ضيف أنا رايح كذا عشان أشتري شوية حاجات بروح إيه المكان اللي بروح عشان أشتري منه السلعة الاستهلاكية اليومية بتاعتنا هو لچاوشي أقول أنا هروح للسوبر ماركت عشان أشتري شوية حاجات جنبي جنبي أجهز واستعد نقط دو سيانش شما دا تيا دو سيانش شما الناس أو الجميع عايزين ياكلوا إيه كلمة تجيب معنا الكل أو الجميع عايزين ياكلوا إيه كده نكون نكملنا التمرين التاني معنا في حلقة النهاردة نيجي التمرين الأخير معنا وهو إحنا بنختار الكلمة المناسبة للصورة اللي قدامنا قدامنا تلت كلمات وهي السوتون وهي تجيب معنا مجمد كلمة التانية خوا تجيب معنا ينفق والكلمة التالتة وهي حولأن طبعا الكلمة المناسبة للصورة اللي عندنا هي كلمة حولأن شخص كسول آخر صورة معنا معنا برضو تلك كلمات أول كلمة وهي معفان بمعنى إيه متعب أو مرهق كلمة رقم اثنين وهي ميفان اللي هي الرز المطبوخ كلمة رقم تلاتة وهي نعفان نعفان اللي هي جنوب طبعا الكلمة المناسبة للصورة اللي قدامنا وهي كلمة ميفان ميفان اللي هي الرز المطبوخ كين كون خلصنا مع بعض حلقة النهاردة طبقنا مع الكلمات والجمل والعبارات والتراكيب اللي هوية بالحوار عن عنوان كين كون ختمنا مع بعض حلقة النهاردة شوفكم في حلقة جديدة ومحتوى جديد ساعة زيان موسيقى 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 موسيقى